موسيقى حياكم الله أبقلكم قصة قصيرة في البر الغربي وتحديدا عند مناطق المقابر الفرعونية بمصر كانوا في ناس يسكنون هذه المناطق ولكن بسبب السرقات والتعدي على الأثار الفرعونية تم تهجير هؤلاء السكان إلى قرية القرنة واعتمد في إنشاءها وتصميمها على الخامات والمواد المحلية هذه القرية التي تقع غرب مدينة الأقصر دخلت قائمة التراث العالمي سنة 1971 اللي صممها هو المصمم المعماري حسن فتحي سنة 1946 ونالت شهرة عالمية بسبب كتابه عمارة الفقراء واللي نشر سنة 1969 طيب وش علاقة هذه القرية بمدينة الرياض اليوم؟ تعالوا أعلمكم ارتبط المعماري حسن فتحي في الرياض من خلال تصميمه نموذجين لبيوت الدرعية وكان بناءها بالمواد التقليدية من المنطقة نفسها طبعا حسن فتحي تجربته في بداية السبعينات في المملكة وفي الدرعية تحديدا كانت من خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية الريفية لمحاولة بناء نماذج من المسكن الاقتصادي اللي كان مستوحى من المبادئ اللي طرحها حسن فتحي سواء في قرية القرنة أو عمارة الفقراء وبالتالي المهندس حسن بنى تقريبا مبنيين في الدرعية وكانت نموذج في بداية السبعينات هذا النموذج حاول أنه يدمج فيه المفردات المعمارية اللي كانت في عمارة الفقراء أو عمارة المسكن الاقتصادي في القرنة أو المبادئ الاقتصادية اللي سوقها من خلال تصاميمه وتأصيل المفردات المعمارية في العمارة النجدية وطلع مثل هذا المبنى النموذج التعليمي خاصة أنه مثل موضوع القباب وموضوع الملاقف ما كان موجود في عمارة نجد وبالتالي حاول دمج هذين العنصرين في العمارة النجدية المبنى الموجود في الفعالية قام ببناءه مختصين من هيئة التراث بالتعاون مع طلاب من المعهد الملكي للفنون التقليدية خلال 34 يوم طبعا هذا البناء هو بناء تعليمي بالدرجة الأولى فمرتبط بتعليم الطلاب اللي ساهموا في هذه الفعالية مع هيئة التراث وهيئة الدرعية وهم طلاب برنامج التلمذة في المعهد الملكي للفنون التقليدية كان منتج لأيدي سعوديين وسعوديات يعني يستطاعوا الحقيقة أنهم يدخلون هذا المجال ويمارسون أعمال البناء بشكل مباشر فعالية استعادة ذاكرة بناء حسن فتحي ضمن مبادرات هيئة التراث بالتعاون مع هيئة تطوير الدرعية والمعهد الملكي للفنون التقليدية لتعزيز القيم المعمارية والمحافظة على أصول التراث الثقافي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر